ذهبنا بدينا في المسكنات كم نوع؟ الما انبتين الأسطلائل.. ما أمام كورتيزولات وعيلة كورتيزيولات و Asked نانستيرويدلف وإنطلاق الفردين والبروفين و البرستامول والأسبرين و الطبيقات صح هناك عيلة 3 كبيرة اسمها الأوبيويد التي تحضير عيلة المورفين والأثيون والكلام ده أعلى وبسيدين وحاجات بقى قوية جدا ودخلنا بعد كده في الترامدول وغيره لكن اللي أنا عايز أقول لك عليه إن هل ممكن الإنسان بعد هذه المسكنات وهذه الأدواء يعود إلى الطبيعي نعم ويكون الطبيعي أخوى ليه بقى؟ لأن لسه جسم ما خدش عليه 20 ألف وفيات في الولادة المتحدة بسبب البيوز و13 ألف بسبب الهرمون طيب البيوز البيوز يا جماعة وعلى فكرة البيوز برده حقول لكم على سرنا عملته كان فيه عندنا مريض في المستشفى متعود إن هو ياخد الحون المورفن أو البيوز حلو كده؟ الحون يا دكتور الحون يا دكتور حموت يا دكتور حموت يا دكتور خلي بالك معايا فما عنديش عملت إيه؟ جبت محلول ملح صلاين محلول إيه؟ ملح وقلت له حالا حتبقى حصان اديته المحلول الملح بعد نصف ساعة يبوز الله يكرمك يا دكتور إيه ده؟ إيه الحلوة دي؟ وخاف الراجل خاف الراجل من إيه؟ من الصلاين من الصلاين محلول ملح إيه؟ إذن الحون عنده مش دوى إنما إحساس إنت سامع؟ يعني زي ما قولك إيه؟ بيجي لنا ناس كده ده أنا بموت ده أنا كذا ده أنا كذا بجيب أرس أسبرين بقوله ده أنا معايا أرس أوه الأرس ده بألف جنيه بس لو خدت الأرس ده قلت بسم الله هتخاف ياخد الأرس وعلى الخمس إيه ده؟ ده سحر يا دكتور سحر إيه؟ يعني تفاهم؟ يعني فيه ناس بتأخذ الأدوية لمجرد التعود على الأدوية أدوية ألعم منها أدوية ألعم من المسكنات اللي هي أدوية لإيه؟ الصرع والحاجات دي والباركنز وكلام ده ألعم منهم أدوية الضغط وأدوية الضغط دي يا جماعة كارثة البشر ماذا فعلت أدوية الضغط؟ أدوية الضغط في الرجال أضع في جنسي أدوية الضغط سحبة الدم من الدماغ عملت همدان وخمول وكسل أول الله العظيم وخلت الناس عاملة زي حتة الطين طب هل يا دكتور ضغط الإنسان ركز معاي ضغط الإنسان الواحد بيختلف من موقف لموقف يعني أنا دلوقتي دكتور جودة لو قصت الضغط ضغطي دلوقتي هيبقى زي الضغط بتاعي وأنا صاحي من نوم هيبقى زي الضغط بتاعي وأنا باجري وطلع السلم هيبقى زي الضغط بتاعي وأنا داخل على الغسيل الكلوي طبعا الضغط هيختلف ليه؟ ليه؟ ليه الضغط بيختلف يا جماعة؟ يا جماعة جرب مع نفسك كده أنت ماشي بالطريق عادة الدربات قلبك عادية لو طلعت تجري السلم أو جريت ورا حد دربات قلبك هتزيد يبقى أكيد الضغط مالو هيزيد لو أنا نايم وبالراحة وأيم من نوم وبراحتي خالص ها؟ هادي خالص يبقى إذن الضغط بتاع الناس بيختلف من موقف لموقف ضغط الناس بيختلف أمار إيه؟ الستاندرد بتاع العالم في قياس الضغط إيه بقى القواعد الموحدة القواعد الموحدة نعمر واحد لازم يكون المريض كومبليت فيزيكال أند منتر ريس يعني يا دكتور يعني لازم المريض يكون من السلاح قبل الراحة بنص ساعة عقليا وجسديا وكل حاجة وتقس له الضغط طب أنا دلوقتي نزلت من العمارة وطلعت وروحت على الصيدالي وأنا وقف وقفت له قسل الضغط هيطلع مظبوط؟ مش هيطلع مظبوط ليه؟ أولا أنا فيه مجهود الطريق ثانيا الضغط وأنت وقف غير الضغط وأنت قاعد خلي بالك من الحكاية دي واضح ولا مش واضح يبقى واحد بييجي عند العيادة بيتعالج مكلا لما بيقيس الضغط على مكنة الغسيل بيطلع 200 على 120 ولما ييجي يقيس الضغط عند الدكتور جودة يطلع الضغط 110 سبعين ايه اللي حصل؟ خالص 200 على 120 على مكنة الغسيل لأنه داخل دمه كله هيصف على المكنة ويفرق دمه بين القبائل ودخل على كارثة ممكن يموت على المكنة حضرتك لكن هو داخل عند دكتور جودة فيه أمان وبشرة وببسوط وييس الضغط إيه طبيعي؟ هل ينفع اخذ 3 أدوية للضغط وأنا ضغط 110 سبعين وفيه ناس 90 على 60 بس يقول لك أنا لما بييسوا على المكنة يطلع عالي بس الناس مش قادر تفرق إن هناك فرق بين إياس الضغط على المكنة وإياس الضغط في الأهم العادية الكلام ده مهم جدا مهم جدا للناس كلها يا جماعة والله العظيم الضغط بيه اختلف من إنسان لإنسان ومن موقف لموقف أنا بتخانئ زعلان واحد داخل زعلان مني وأنا زعلان من اللي حصل برا وزعلان ويهدى كده أعيس الضغط الأهمية ربع ساعة أقسم بالله العظيم الضغط يطلع 140-90 عادي خالص لكن مش كله واحد يعني الضغط لأ أنت ضغطك عالي لازم تمشي على أدوية ما أدوية الضغط عملت للناس زهايمر أدوية الضغط عملت للناس تخلف عقلي أدوية الضغط عملت ضعف جنسي أدوية الضغط ضيعة الدنيا بكتور وها المرضى مش قادرة تتعامل مع الضغط مش قادرة تتعامل المريض الضغط النفسي والعصبي لا يعالج بأدوية الضغط العادية يعني دلوقتي أنا لما بشوف حد بتخاني لما بتعامل مع ناس بتعصر ما باخدش ده وضغط أخذ مهد يعني زي ما قلت لك أنا جالي واحد بياخد ثلاث أدوية ضغطه ضغطه 200 على 120 نص قرصة أنا فرانيل ولا كوي إيه بيك سألاقي حاج في نص ساعة ضغط يتعيد يا جماعة الناس اللي بتتنرفز وبتزعل وبتخاف وبتترعب ما بتتعالجش بأدوية الضغط يبقى الناس النفسية اللي بتزعل وتغضب اوعى دكتور يضحك عليك لو أنا خدت نص قرصة مهد أحسن لي هبقى مبسوط نفسيا وضغطي كويس لكن أخد أدوية الضغط وأنا مش مريض ضغط ثانيا أنا بقى عندي ضغط عادي بقى الصبح عالي بظهر عالي بليه العالي وأنا بيقول المريض بتاعي اليوم التاريخ الضغط اليوم التاريخ الضغط اليوم التاريخ الضغط وبعد شهر تعال عشان نشوف ضغطك بيعلى ولا بيغطى ولا بيعمل ايه فلو جالي بعد شهر ولقيته عالي باستمرار لا له طريقة هي احتمال تكون الغدة الدرقية احتمال يبقى عنده أسرس كلوروزيس احتمال يبقى عنده فيه كروموسايتومة احتمال يبقى عنده مشكلة في المخ احتمال يبقى عنده احتمال 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 يبقى عنده رينالارترسينوزيس احتمال يبقى عنده كلا يعني اذا انا بحط الاحتمالات بتاعتي بناء على قياسات الضغط اليومية لكن مش اي حد عنده ضغط مرتفع اخد ده وضغط اياك انا بقولها وصريحة اياك تاخد ده وضغط من غير ما تعرف سبب الضغط اللي عنده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا محمد صعب عيزة مضان مديل كنارات محمد الدكتور جولة محمد عوال تنفيذي ده هكملكم في خلال ديئة واحدة عن الاقسام الجديدة لضفناها بلان على طلابكم من مبادرة ادنى او شدتها بشكلة بساعة تكلفة وستتم تنفيذ جميل اكثر من تحت اشرف دكات المهندسين والاستشاريين ومهندسين ذو خبرة كبيرة في المجال انشاءات التشريبات يبقى اكل مصاريف لانها تكون مساعدة تكلفة واول قصة اعرفتناها هو قسم نساءات الشواء والعمارات السكالية والصاني هتتم من قبل فنيين متخصصين عشان نضمن ان المشكلة في كحش تاني ممكننا نحميكم من استغالية الصناعية والفتة اللي ملوش اي لازمة القسم الثاني اللي اعرفناها هو قسم التسويق العقاري يعني لو تدور عشاء تنبيك هنوفرها لك وكمان هدىك على المستندات والاورياء والترخيص قبل ما تشتري على الشيانة تتبس ولو عندك عمارة سكانية او في اللوعاء استباعه كلمنا على ارقام مظهره على الشاشة وهنساعدك على تسواءه في اسعى وقت وهتم تنفيذ البذرة في بعض المناطب بالكاهرة وجيزة الست اكتوبر والفيوم ويوم بعد يوم هنزود الاماكن شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته